وحنعمل دروقتي بقى وصفة لطيفة الصلطة الحلوة اللي احنا منحبها دايما الكالسلو اللي هي صلطة الكرومب معها الجزر مكوناتها بسيطة قوي أنا النهاردة هعملها بس بمكونات سهلة وخفيفة شوية خلينا كده ايه نقول عليها المكونات بتاعتها أنا عندي نسكوبة من الكرومب الأبيض المبشور أو متقطع أو أضربينه في الكب جرش خشن زي ما تحبه ومعا الاتنين جزر مفرومين برضو بنفس الطريقة أو مفشورين زي ما حضراتكو تحبه عندي كوباية من المايونيز وعندي معاهم معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الزبادي ولو عايزين تستخدموا معاها الزبادي اليوناني هيبقى رائع لأنه تقيل جدا وفيهوش سواء تقيل وقوامه حلو وعندي معلقة كبيرة من عصير الليمون معلقة كبيرة سكر أو معلقة كبيرة عصر أبيض ورشة الملح هي بسيطة جدا هاخد كده تعالوا كده نحط الأول الجزر الحلو ده هسيط بس شوية بصوا عايز أقولكو هي صلطة مشهورة أوي كانت أول من عملتها يعني كاتروما في القرن الثامنةاشر من حوالي أكتر من 200 سنة وهي كلمة هولندية الأصل معناها صلطة الكرومب باللغة بتاعتهم وصلت طبعا لأماركا عن طريق الهولنديين اللي عايشين في نيويورك طيب أنا هاخد كده هحط الزبادي طبعا ليه بقولكو زبادي يوناني يفردوا في حد عايز يكلها صحية شوية ومش عايز نسبة مايونيز ممكن يستخدم معلقة واحدة أو معلقتين من المايونيز اللايت يستخدمها معلقة صغيرة من العسل الأبيض ويحط الباقي يوجورت أو الزبادي اللي احنا منحبه الزبادي مفيد تعالوا كده بصوا بقى الزبادي ده يعني تعزيز للمناعة بيزبط ضغط الدم جدا بينزل الوزن الناس التي تعمل دايت الناس اللي بتخاف من كانسر القولون بيقوي الأسنان بيحمي اللاثة من النزيف أنا هاخد بصراحة مكان السكر هحط معلقة عسل بتبقى أحلى طبعا عايز يحط سكر في المطعم بيحطوا سكر بس احنا بقى في البيت هنعملها بحاجة إيه؟ حاجة جميلة هنقلب كده رشة الملح عشان تصبط الطعب هنحط معاها كمان عصي اللمون عصي اللمون بسم الله بس كده هنقلب بقى الخليط ده عايز أقول لكم كل مكوناتها فعلا بجد طبيعية بتحارب البكتيريا في الجسم وبتنشط الدورة الدموية كرومب في حد ذاته كمان مفيد جدا خليني بقى إيه أخد كده سباتيلا هنزل منها نزل بقى الصوص الحلو ده هنا عايز أقول لكم كرومب ده في فيتامين بي أو فيتامين بيه يعني بيقوي العضلات جدا وفيه كاربوهايدرات بتمد الجسم بالطاقة اللي محتاجها وبوتاسيوم بيعالج الضغط العالي وبتحافظ على توازن الأملاح في الجسم بسوا والجزر فيه زنك لكن أنا هضف لها معلقة أو معلقتين بس يعني من اللبن هتزبط جدا وهتبقى جميلة بسم الله هاخد كده شوية لبن صغيرين بسم الله شايفين إزاي؟ وهحطهم كلوا بقى أحلى سقعوها بقى حلو تبسطوا بيها جدا إن شاء الله حاجة كده في البيت رائع تعالوا بقى نقدمها مع بعض بسم الله ومعانا أم محمود يا أهلا وسهلا يا صباح الفل يا صباح الفل يا أم محمود يا عسل عليك حبيبتي صباحك فل يا روح قلبي تتقبل حاجات اللي عايزينها إزاي؟ يا حبيبة قلبي صحة وهنا يا عزين نمزد ترزمينها في حتة أو نجبننا بحاجات المهألمات يا حبيبة صحة وانا على قلبهم مجربي بس وولي رأيك في التدبيلة الله يستعيدك بس حاجة جميلة حبيبتي تسلميني ولا فيها مواد ضرّة ولا فيها حاجات من الفتريان وضمنها بقى جميلة وحلوة إن شاء الله يا ربي يستمتعوا بيها وتعجبك الوصفة دي إن شاء الله نعملها إن شاء الله أنا عايزة استأذن حضرتك بقى ويستنون طيبة في المدارس أيوان عايزين حاجات حلوة كده وخفيفة أعرف إيه ياخدوها معاكم طيب حاضر وخلي بالك الدرامز دي يقدروا ياخدوها برضو مع الولاد بياخدوا الناجتس وبياخدوا الستريبس يقدروا ياخدوا الدرامز دي معاهم اللي هي الدبابيس الحلوة دي برضو أيوان وقدوهم صلطة طبعية كده هعملك وإن شاء الله الأسبوع ده فيه حاجات جميلة كمان بإذن الله حبيبتي تسلميلي عم محمود الله يسعد قلبك حبيبتي شكرا لاتصالك ومكلمتك شكرا جزيلا